المسؤول اللي يطلع يزوق اللي جاي بعده. دايما احنا عندنا في مصر. المسؤول اللي بيطلع بيحب متعته انه يقعد يتفرج على الحاجة وهي بتنهار في مع اللي جي بعده. هي دي المشكلة. المشكلة انه عندنا روح ما يجي النهاردة شباب المسؤول عندنا بيقومسوك جدا ما قاعد يقول لي ولا يوم من ايامك ده اللي جي دلوقتي ضايع. ده اللي ماسك دلوقتي. طب. هديك امثلة علي انا. يا فنم. هديك امثلة. سريعنا. مش اتكلم كمحافظ. اه. انت انت جبتني يا باب ساعة. اه. اعرف روبا ساعة كنتش جيد. لا فنم انا الطريق والله احنا اشفينا شمع. لا الفكرة ان هدي مثال مسلا انا كنت عم مدرسة المغاوبين طلعت ميد وحصنع بالرب والناس دي كلها. تعمل قطار الشباب اللي كل شباب مصر كان بيسافر. بعد ما شد بشهر شلو كان بدكور على دين هلال. اه. فانا يعني ايه بصراحة كنت زعلان انه. يعني. وحس سألني مسلا في ايام ما خدنا الزيرو ده. انا كنت رئيس الوزر العرب والافرقاء. ما عرفش كان ممكن اساعد افاهمهم يعني. فالمهم مرة روحت الوزارة هناك. فالدكتور عليه قال لي الناس عايزة تقعد. فقعدت معهم. قطلهم اجمع يقول لكم حاجة. قطلهم انا كل حاجة عملتها دكتور عاديد هلال لغاها. مم. فهو قال ليه. قال ليه مظبوط مظبوط. هو ده ده ترند موجود. ترند موجود. تماشي السكرتاريات. يعني ترند موجود يا سامير. يا زي سيف في في مصر دلوقتي انك انت لازم تآ يعني تشيل اللي بعدك عشان تبني انت وانت ده حطيته. هلا فانم التغيير ده ممكن يجي مرة واحدة ولازم بيجي تدريجة. يعني نهارضة حدراك عشان تدخل الشباب هل بتدخلهم سنة سنة ولا حضراك ممكن الشباب نهارضة تقول المسئولية. او بالبلدي كده. ازاي حباك تبقى فجأة تجيبه وزراء شباب. انا قلت للرئيس سيسي كتبت هالو. معناها ابوس ايدك وحيات سيدنا محمد خد عشرة شباب. مم. الشباب دلوقتي اللي انت منهم حاجة تانية خالص غيرنا. مم. انا هقول لك مساء لو انا قلته مئة مرة. فلاز سادات سادات واحدة تامية قبله موت بشهر. كنت عنده وقال لها انا هعين آآ وزارة كلها شباب قدك. كان فيها بقى ايمية حسن محمد ردوان والشباب الصغر الحلو اللي كان موجود ده. مم. سنة واحد وتمانين. يعني من كام? من خمسة وتلاتين سنة. مم. ما تحققتش النبوة الغد دلوقتي. مم. يعني يا رجل بقى عنده ستينة اقول لك الوزير الشاب. مم. يعني بقى عندي تمانين ستينة اقول لك الوزير الشاب لسا اقول لوزير الشاب. ما تكن من المشكلة برضو الناس بشكل. ده انا قلت مجاة الرئيس ارادة السياسية. الرئيس يعين عشو. اه. ويسيبني بقى حاجات مساعد والنائب والكلام الفاضي اللي بيعملوا ده كله. هديك شفت اشرف طور اشرف اه صبحي. اه. خصية رائعة ينفع وزير ومحافظ وحاجات ماشي بش يعني. فانت لازم تبقى عندك قرار انك تاخد انك انت هتحط الحتة دي شباب. مم. سيف انا جيت نائب اتنين وتلاتين سنة. ووزير اربعين سنة. اربعين سنة بتحرك وزير. اه طبعا. حافظ ووزير. يعني انت الناس كلها كانت يعني كانت تكلم على لوحة ايابية وانا محافظ كلام كتير جدا. يعني ما تدي فرصة. مم. يعني انا 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 اسكر نوريس اداد اخترني عشان كانت سني صغير. مش مش حاجة تانية خالص. مم. فانت ايه يجري لدخلت خمسة عشرة يعني. طبع انت بتغير بتتغير المحافظين اسبوع الجاي. مم. طمانتاشر. حط يا سيدي تمانية ستة سبعة منهم. ما هو حضرات الناس في الشارع بتقلق. يعني احنا برضو عندنا دائما كان عقد عنده خبرة كبيرة عنده خبرات كبيرة جدا. بالعكس يا سيف انت الناس بتكره. انا على الفكرة متفمح هاداك مليون في المية. لا الناس بتحبش كبار. اه. الناس عايزة تشوف شباب صغير. وبعين انا كنت بركب عجلة في اسبعالية واجري واسوق وامشي ولبس جنس ومش عايف ايه وبتاع. فالناس قبلاك. انا واحد برا محافظ كان كبير شوية في السن وانا صغير جالي قالي انا لفظ كده تشتبني فيه. انت كزا بتقول لي هل انت قاعد في الاهاول بتاعت انا مدرش اعمل الكلام ده كله. اه. لانك سنك خليك تعمل كل حاجة. اه. مش كده ولا ايه. ده. يعني انا عجبنا واحد زي سيف ظاهر مسلا محافظة النهار ده مش تنجب. اه. لأ مش هقول عشيك. اه. متكلمش عن نفسك. اه. السن نفسه له طعم. والوش نفسه لما تقعد مع شباب غير ما تقعد عوجيز زينا كده. فيه فرق بالمشوش نفسها يعني. اه. وانا انا دعيت الرئيس وقلت وحيات النبي علشان خطر سيدنا محمد. قلت لنا خمسة عشرة يا شباب.